اشتركوا في القناة كبار وصغار غريب تسوفيني غريب ليشو فيه ما بنعرف يعني يوم عن يوم ما عم بزيد استرس وفي قصص من الأعشاب يلي ما بدي يخذ انتي ديبريسور فيهم يساعدوا وبيحلوا محل الانتي ديبريسور هل أبدأ أسألك سؤال بونجور أول شي مارك كيفك الحكامة ما كتير بيحبوا البلانتات وما بيأمنوا يعني بيحسوا أنه الدواء بيعرفوا من شو مكون وهذا الشي بيساعد أكتر والبلانتات ما بنعرف من وين المصدر من وين بنجيبهم إذا منيح ولا مش منيح كم كله بيأثر كم حبة يعني موضوع كتير واسع بس للهلأ كل العالم صاروا هوليستيك مزبوط نحن أنا وياكا من تريبا جمعة بلشنا بالموضوع مزبوط وحكينا عن الأعشاب العادية يلي هنه فيها نخدها زهورات يلي فيها ترويق بتشير سترس وهيك اليوم هنحكي أكتر عن البلز والإسانشلويل إذا لحقنا نخلصون لأنه الموضوع إذا ما خلصنا نرجع نعم لأنه سترس مكف هلأ تجاوبك عن الحكام ونحنا نفهمهم وما منفهمهم يعني أول شغلة أغلبية الأدوية في كتير ما رح نقول أغلبية كتير من الأدوية هي بلاش يتأثر من العشاب يعني مثلا الأسبيرين هي جاية بالأساس من عشاب أنا ما رح نفسر كيف وكتير أدوية تانية هلأ الأدوية من عشاب أغلبيتهم أكيد بعدها نسر نروح على الكاميكل ونعمله دواء وهيك هلأ الدواء للحكيم سيف يعني هو مثل ما أنت قلت بيعرف شو فيه بقلبه مدروس عاملينه شركات عالمية المشكلة بالأعشاب أنه منهم دايما زيت الشي في جون كتير زعبارات هي هي وأوقات ما في سئة منفهم هيدا الشي وأوقات فيه أكيد أشياء كمانا إيكوناميكا ما رح نفوت نحن به الخبر مشان هيك نحن نقول للكل أنه نحن اليوم ما عم نوصف لحدا نحن بس عم نصلة الدواء على بعض النباتات المدروسين عالميا يلي هني بارت من الفرماكوبية العالميا أنا ما عم بحكي عن ولا نبتة إلا علي على القليلة 200 دراسة وفيتين بفرماكوبية إن كان بالسين إن كان ببريطانيا إن كان بأوروبا وهذه الشغلة مهمة بس بالهند كمان مزبوط ما منلغي الدور طبع الحكمة نحن أولا شوي ودايما أنا بقول أنه مش واحد من رأسه ويقرر يأخذ نبتة يوقف دواء ويضوز ووصف لبعض يمكن بيصير فيه إنترأكشن صح وخاصة لما يصيروا بلز في الليل يكونوا بمسطرية أكتر لأنه هن كتير كمان أوقات هن مشغولين على المطيار أكتيف يلي بقلبهم وهن منصير متعامل معهم مثل دواء سوأ أنا ما بقدر كون عم بيأخذ دواء لنام ويأخذ أعشاب لتنام يعني فيه أدتف إفاكت عليهم يعني أو قط فيه منهم بينزعوا الدواء سوهيدا كله بدنا نتباه لهم طيب 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 هكذا لن معنا كتير وقت خلنا نبالي شاك نحكي عنهم ونشوف أول صورة رح نحكي عن الرديول يلي هي نبتة كتير حليا معروفة عم نشوفها قدامنا الرديول يحيي هيدا البل يلي هلأ كتير إذا بدك تراندي ليه هي ورح نحكي عنهم إذا لحقنا الأشواغاندا وشيساندرا وغيرهم هؤل النباتات منسميهم نغير أنه منحلها استرس أدابتورجان يعني هن بساعدوا جسمنا يفرز إفرازات معي نحنا منفرزهم وقتا استرس وهذا بساعدنا هلأ بنا ننتبه لأنه الرديول كمان مش بيخدها كيف ما بديه وما بقدر بيخدها بالليل لأنه هي بتنشت فبنا نخدها الصبح ليه بيخدوا الرديول كمان بيخدوها للبانيك أتاك للسترس لكل شيء نحن نحكي عنه نحن حاليا عندهم فواد تانية نحن ما نحكي هلأ عنهم فواحدة من النباتات اللي هلأ هي بركة أكتر واحدة ترندي هي الرديول نحن نروح على الثانية اللي كتير كمان أشواغاندا هلأ تخبرك لأنه الناس تتفاجأ لما أقول هذا الموضوع الأشواغاندا هي نبتة هي عشبة برية وتطلع وقت عنها في لبنان بس نحن نحن نعرف أنه هيدا هي هيك وأكيد من الفضل لما نروح على العشبة نخدم مثل ما كنا نشوف في الصورة اللي هي اسمها ويتانيا هيدا النبتة حاليا من أكتر نبتات تندرس كمان كمان الاسترس وهيك ما عنديك فكرة قديش الأشواغاندا حاليا ترندي لأستعمالات كثيرة ودايما خلينا نجع نقول قبل ما تشتروا تأكدوا من المصدر تسألوا عن الدوز قد بحقلكون بنهار شو المادة الفعالة لأن هولي أسئلة بحقلكون تسألوهم قبل ما تشتروا أوقات كمانا منشري وبل ما نسأل يعني لأنه بيقولوا لنا كم ميليجرام يعني لازم لازم تأكد من كل هولي القصص صح ودايما حضروا قد ما بتقدروا روح عن كل نبتة أو حضروا كنفرنسيز في كتير خبرة بفصروا عن هالموضيع نحن عاملين كزا مرة إذا بتتذكر أنت حضرت ويمكن نجع نعمل هلأ قريبا فالساشنز تحضرون لتعرفوا كيف تاخدوا النبتة وشو هي وكيف تسألوا الأسئلة الذكية كتير مهمة أنت بتبيع عندك بنيتر يس أكيد رح نروح عن نبتة تالتة هلأ اسمها شيساندرا هنشوف صورتها هيده كمان يعني أكيد أنا حتيت هون هم نقول هشو كمان عندها فوائد تانيين لبرزيز ديبرشن سترس منوبوس صح هلأ كتير منهم بعدهم عليهم دراسات هولي للنساء ومش ماس يعني الزايمر للكل أيضا فالديبرشن لكل اللبنانية حليان فالفكرة شيساندرا هنشوف كيف إنها الحبوب يلي أصمعنا إياهم في لبنان فعن بنتيخدوا بيلز وهيك عندي سؤال يس إذا بلشنا مثلا أشوغاندا أو شيساندرا أو فينا ناخد عك عمدار السنة أبدا ما فينا هيدا السؤال قبل ما أنسى قتشتك بس إنه سؤال كتير مهم هلأ بتصور خامس نبتة رح نصالها أنا بعرف ناس كل الوقت بياخدو رح نحكي بعد بعد شواء عن نبتة اسمها غريفونيا حطر الفكرة الأساس نحن أوقات منقول دايما كلمة تدرق أو نستعملها غلط يعني منفكر أنه درقز يعني شي بدر هي كلمة تدرق بتنعطها لنبتات الطبية أنا واحدة منهم بتدر وصالنا نستعملها هيك فلما نحن كنا بنحكي على هولا نبتات برياحة بصير أنا بقدر أعمل عليها ديباندنسي يعني بريح كنا بنحكي أنه نبتة العشر اللي هي سنمكة المعروفة كتير إذا بتخذيها على أكتر من جمعتين بتصير عندك أدكشن وهذا شغلة كتير خطرة فواحد بنا ننتبه منعود جسمنا على الأشياء بصير واحد تنام بدي أخد منها النبتة تفوت على الحمام بدي أخد منها النبتة هذا الشيء كتير غلط بعدين إذا بضل بخدها دايما بوصل لدوز بتصير هيدا دوز سامة نحن نقول دايما كل شي إذا أنت بتكتري بيصير بدر ودائما منقول هيدا المثل الكتير مسامل في لبنان وهو من الحبي ما قتل فكيف إذا أنت إذا لقيتك تاخدها نبتة مدر قد فما بيمشي الحال كل قد يجب أن نغير أنا أقول أنه ما لازم ناخد أكتر مثل التشور إذا منغير على الشهر إذا تعودنا وارتحنا وهذا الشيء وإذا وقفنا وعم نعصب يعني بهذا الخطر يعني أنت بصير عم تقول لجسمك هاي بس تمت عصب مثل السيجارة مثل كل شيء تاني فمشان هيك بدنا ننتبه هي أنا بالنسبة لأيلي كتير هي بالرأس إذا نحنا فينا نسيطر على الموضوع ونكون عارفين من الأول أن نحنا ناخد على شهر نوقف فينا نخفف شوي شوي فينا نروح على نبتة تانية بس ما نتعود على شاغلة واحدة دايما بديك نكمل شوي بالنبتة تانية هذه الصورة وإذا بديك الفكرة تبعها كمانا الجنسنج بتنبيع باودر بتنبيع كمانا هيك برات لبنان وحبوب الجنسنج هي بناخدها عادة منقول للأستيني أو للكوغنيتف أكتر مضبوط والتركيز كمانا ما نكون تعبينين بس كمانا كتير هي مدروسة بسترس بس مثل ما حكيت أول شيء بالأشواجندا بناخدها السبح قد ما فينا خلي خبرك عن نبتة أقل بنعرفها نحن اللي هي اسمها الجريفونيا رح نشوفها هلأ العالم لما بتشوفها بتفكر أنه بنحكي عن كافي أو هيك هو أبدا نحن ما بنحكي عنه هيدا الجريفونيا هي نبتة من عائلة اللوبي عم نشوفها قدامنا ونتبهي ستاف شو مكتوب على الصورة هيدا الـ 5HTP المكتوب عليها هي هلأ هيدا المادة اللي كتير ترندي عم تتاخد في عليا كتير دراسات ومتعلوا بالدوز دغني يعني تروح أنا ولا مرة أخذ دي ريفونيا وقرر بلش من الجريفونيا ما بقدر بلش بالدوز عالية ببلش بالدوز خفيفة عالة عالة تجسمي يتعود كمانا هيدا شغلة كتير مهم ما نعرفها بدأي أسألك سؤال يمكن أنت مجبت معك حسس عرفت شو السؤال كمانا ترندي كتير صح وعم نقرأ يعني على السوشال ميديا وهيك عن الـ CBT مازمت يلي هو من هو منه حشيش الكنو بالكلمة اللي بدنا نستعملها المزبوط الماريوانا مزبوط بس بيشيلوا الأويل منها صح وما بتحس حالك أبدا خليش أشرح لك على سريعك شو الفكرة الـ CBT وشو هي هيك نبتة اللي نحن نسميها الكانابيس في عنا زبديك ثلاث أنواع منه هي كيف الأنواع هي مقصة للكاميكلز جواتها عنا النبتة يلي فيها الـ THC يلي هي تيترا إيدرو كانابينول يلي هي نبتة المقصة للي تكون مخدرات المسميها حشيشة وعننا يلي فيهم الـ CBD يلي هني كانابينويدز يلي هني هولي كاميكلز بفيدو كثير للصحة حسب كثير من الدراسات وعندك المسميها شوفر يلي هي نبتة الكانابيس مقصة للي ما يكون فيها ولا ها ولا ها تستعمل لتياب تكستايل في أكتر من 50 ألف برودكت منها تياب حبال ورق ما عندها منافع هي هي الـ CBD بحث زيتها اللي هي مقصة لأشياء طبية يعني فيها كانابينويدز عندها كثير من أفضل هي منخذ أكيد هي أفضل يعني فيه يدخل بتصنيع فيه يدخل بتشوكولت فيه يخبار بس هو أفضل منحصل للي الأساس هو تحفظه ما أنا يعرفه أنه مادة THC بدأ تكون under 0.3 فإذا موجودة من 0.3 إلى 11 بتكون مخدرة وفي منهم أكتر إذا فيه تحت 0.3 THC بتكون هيدا نبتة فيها لأستعمال الأشياء طبية وبتكون مثل شو ديبرشن كتير أشياء هلأ مين بيخدها بيخدوها وقاتل عندهم كانسر بيخدوها لأنتا يتحملوا واجعة فيها لديبرشن فيهم يخدوها كتير يعني عندهم ما بدنا نكون نحنا منوصف أسمخبرك مين أكتر عالم بيخدوها وهي كمان بتخفف الألام وهيكا في كتير دراسات على الموضوع المشكلة المشكلة أنه كان رح يطلع ينون بلبنان تشريع الكنب يلي هو الطب ونزرعه وكان مهم ووقتها شركة ماكنزي بلبنان طلبت أنه نزرعه ونفوت فيها بس ما كملوها وما راح ووقفت مجلس النواب مشان هيكا حاليا إذا موجودها بلبنان وبعد المحلات بتبيعها بيكلوها كم زبط يعني بعد عليها عرفت كيف مشان هيك أنا أفضل ما نحكي لأننا نفهمونا غلط يعني بس أكيد هي نبتة كتير مهمة وعليا كتير دراسات ومهمة كتير يعني بديك خالص على السريع بنبتة الفاليريان أوكي في بعض دس الفاليريان اللي نقول عنها يلي ناس بسموها فاليوم طبيعي الفاليريان هي هيدا النبتة هي شلش نبتة هي بحرف أنه منيح للنوم جدا مهمة لنوم ولسترس بس كمان ننتبه لأنه ما بتصوى تتخذ مع الأدوية وكيف ما كان وكتير بدنا نقرأ قبل ما نستعملها هلأ هول أكتر خمسة حاليا ترندي للسترس لازم أن نريك نعمل حلقة الجمع جاء وما بعض ما تحرط لها على هكذا هيك منخبر عنه السابت السابت لك منخبر عن الورد والإيلانج واللفاند وكل هالنبتات يليزيوت مؤثرة طبعا إن كان شميناها إن كان أخذناها أكيد بالطريقة رح نفسر كيف بتقدر تساعدنا كمانا لنريح عصابنا برسي مارك على المعلومات Have a beautiful day وشهدينا وقفة من تابع العالم